السلام عليكم. في سؤال ان بيقول ان البيم ما بيتنعملش اخطاء ولازم المشروع يكون فيه اخطاء لان المشروع عمل بشري والعمل بشري لازم يكون فيه اخطاء فالكلام ده منفعش. طيب بداية مهما حصل ما فيش حد بيقول ان فيه برنامج بيكون بدون اخطاء. لان عمل برنامج بشر ففي احتمالي الاخطاء لانتفاق العسمة وعدم وجود وحي ووجود عنصر بشري فلازم يكون فيه اخطاء. ومهما حتى لو البرنامج بيكون فيه اخطاء ممكن تدخل معلومة غلط سمك الحيطة غلط ممكن تدخل ماتيريال غلط ممكن تدخل معلومة غلط فتلاقي النتائج كلها ثلاث غلط. زاد ايه المشكلة ان احنا بنحاول نتجنب الاخطاء. يعني الانسان لما بيحسب بدماغه بيحسب الاخطاء فحنا من اعتمد على الاقلاء الحسبة في ان احنا من اقلاء الاخطاء تمام ممكن واحد في الاقلاء الحسبة يكتب معضل غلط ينسى رقم ينسى عايز يكتب مثلا خمسمية في خمسمية في خمسمية فنفس اعلامة الفيل في النص فكتب خمسة مليون وفي خمسمية فتلع الرقم مختلف سماء اللي انت عايزه وده ضر عنصر بشري ان هو اكتشف الاخطاء. يعني لو انت مسلا شغال على برنامج من برامج المحاكهة وفيه غلط فتلع الرقم مليار او طلع الرقم غير اللي انت بتوقعه. فاكيد هنت تنتبه وتبدأ تحاول تحسيمها بطرقة اخرى او بالمانوال بحيث تأكد ان الرقم ده صحيح او الرقم ده فيه خطأ وهترجع للحسابات. فالالة هي عبارة عن طول يعني اي اي حاجة سواء مسلا البيم الكاد هو عبارة عن طولز بتساعدك. تمام? وبقدر الامكان بتحاول تقلق الخطوء. يعني مسلا لما بيطلب مني حاجة بتحسيم كتير تمام ومكررة. فانا بلج ان انا هكتب لها كود برمجة بحيث ان انا اقدر او وصل لحاجة ديت. بجربها مرة اتنين لما تأكد انها صح. ابدأ اعتمد عليها في بقية الشهر بتاعي بحيث ان انا اوفر عمس وقت. يعني كان مرة معا مثلا ملف اتوكاد وكان فيه ارقام كترة جدا بوحدة الكياس وعايزة تتحول لوحدة الكياس تانية خالص. فعشان تمسك واحدة واحدة وتحسيمها بلاقي الحاسب اوها فبياخد وقت. فانا عملت تلس ببسيط بيحول دوت يدروف ركب معين ويغير واحدة الكياس. ما خدش مني ثواني وتعمل واشتغل وكل حاجة. فهي الفكرة في كده ان اي اسلوب مهما كان فيه احتمال الخطأ وبقدر امكان بنحاول نقلل الخطأ لان لازم نستعمل ادوات في ان احنا نحسن اسلوب حياتنا. يعني السيارة مثلا بتسهلك وتمشي بسرعة الانسان النفس ومدرش يمشي بيها لو هيمشي على رجليه. الطيارة بتنالك من بلد لبلد. التليفون بتسمع حد بعيد. كل دي ادوات بتسهلك الشغل وما نقولش ان دي غلط لا دا دي طبيعة ان الانسان يستعيم بالحاجة اللي قدر اختراح عشان تسهل على الحقيقة. اشتركوا في القناة